أبو سيف يقول بعض إمة المساجد لما يقرأ بعد الفاتحة يقول ينسى آية آيتين و يقول و يروح للي بعدها ما الحكم؟ أبو سيف بارك الله فيك إذا يعني نسي الإمام آية آيتين و ما تذكر و قرأ و استمر ما هل الشيء ولله الحمد أما إذا نسي الإمام آية أو آيتين و حاول يعيدها و حاول أنه يرجع إلى القراءة و ما تذكر يركع ما في داعي أن يقفز الآيتين قد يكون قفز للآيتين إخلال بالمعنى فقد يكون سياق الآيات يعني من حيث المعنى ما يتم إلا بقراءة هاتين الآيتين فقل لهذا الإمام اركع مباشرة ما في داعي لأن قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة حتى لو ما قرأ بعد الفاتحة شيء فينتبه لهذا الإمام